يعني الإنسان عليه أن يزينه يشوف شحال يجيب لها الحياء من خير من يكون فيه الحياء وشحال يجيب لها الفحش والتعري والتهتك والبذاء شحال يجيب لها من شر ويقارن إن كان له عقل هذا إله عنده عقل فالواقعة ما تجيبش خير ما تجيبش الخير تماما البذاء ما يجيبش التفحش التعري هذه أمور ربما تعطيك شهرة في البداية ولكن المآلات التاحة الخسران في الدنيا والآخرة الخزي في الدنيا والآخرة البعد بعد الله سبحانه عز وجل وطرد الله لك والعياذ بالله فيا إخوة الإيمان ما كان الحياء في شيء إلا زيانه وزانه وما نزع من شيء وعوض بالبذاء إلا شينه البذاء ودمره وذبح كل خير فيه وأردى صاحبهم